أعلن محافظ دميات منال عوض وصولة قافلة تتضمن أربعة آلاف كرتون للمواد الغذائية وخمسة أطناء من اللحوم وذلك ضمن ثلاثة قوافل التي أطلقها صندوق تحيا مصر لدعم العمالات غير المنتظمة متأثرة بتتاعيات فيروس كورونا بمحافظات دميات والفيوم وسوهائك بيقدم لنا صندوق تحيا مصر لحوالي أربعة آلاف كرتونة مواد الغذائية وخمسة أطناء لحوم مجمدة وعشرين أطناء بطاطس تسجا الكيميات دي هتتوزع بالتنسيق مع مدير التضامن الاجتماعي بدميات هتوزع على الأسر الأكثر احتياجا في القرى وهتوزع على أسر العمالة الغير منتظمة نصقين الصندوق تواصلوا معنا من حوالي أسبوعين يعني بلغونا حسة دميات يعني هتنزل على جمعية خير دميات والتي سيتم تقسمها بين المحافظة والمدرية والجمعية فوالله شكرا جزيلا أنتم خصصتوا لنا الكمية دي